اشتركوا في القناة وهو المبادلة فالتجارة هي الوسيلة التي يستخدمها الانسان لتحقيق هذا النشاط وبطبيعة الحال فان التجارة الخارجية تطورت مع تطور المبادلة والتساع رقعتها بسبب توفر وسائل الاتصال والمواصلات فلم تعد مقتصرة بين افراد بلد واحد بل تعدى الامر الى التبادل التجاري بين الدول اي التجارة الخارجية اذا التجارة الخارجية هي مبادلة السلاع والخدمات بين اشخاص طبيعيين او معنويين يقيمون في دول مختلفة ومن اسباب قيام التجارة الخارجية نجد عدم استطاعة اي دولة تحقيق الاكتفاء الذاتي من جميع السلاع والخدمات السبب التاني توسع نشاط المؤسسات الاقتصادية ادى هذا الى زيادة حجم الانتاج وبالتالي اصبح من الضروري البحث عن اسواق جديدة لتصريف منتجات المؤسسات عن طريق التصدير والحصول على منتجات الدول الاخرى عن طريق الاستيراد السبب الثالث تقسيم العمل الدولي ادى هذا الى ظهور دول متخصصة في الانتاج الزراعي واخرى متخصصة في الانتاج الصناعي تانيا ميزان المدفوعات يعرف ميزان المدفوعات بانه سجل تسجل فيه القيم النقدية لمختلف المعاملات الاقتصادية التي تتم بين مختلف الاعوان الاقتصاديين خلال سنة كاملة ويتكون ميزان المدفوعات من الحسابات التالية اول حساب هو الحساب الجاري ويتكون الحساب الجاري من ميزان التجارة المنظورة بمعنى الميزان التجاري وايضا ميزان التجارة غير المنظورة اي ميزان الخدمات وميزان التحويلات من طرف واحد اي تحويلات دون مقابل اما الحسابين الاخرين فيتمثلان في حساب رأس المال وحساب الاحتياطات الرسمية الان ما المقصود بتوازن ميزان المدفوعات يكون ميزان المدفوعات دائما متوازنا من الناحية المحاسبية لكن هذا التوازن المحاسبي لا يعني بالضرورة توازنا من الناحية الاقتصادية فقد يكون الخلل في احد عناصر الميزان وعادة ما يكون العجز في الحساب الجاري وبناء على ذلك يمكن التمييز بين ثلاث حالات الحالة الاولى هي حالة التوازن معناها ان حقوق الدولة على العالم الخارجي مساوية لالتزاماتها تجاه العالم الخارجي الحالة التانية حالة وجود الفائض هذا يعني ان حقوق الدولة على العالم الخارجي اكبر من التزاماتها تجاه العالم الخارجي اما الحالة التالتة حالة وجود العجز اي ان حقوق الدولة على العالم الخارجي أصغر من التزاماتها تجاه العالم الخارجي ثانيا الصرف من خلال الصورة نلاحظ شخص يتبادل الدينار الجزائري بالأورو إذن ما هو تعريف الصرف يعرف الصرف بأنه مبادلة عملة دولة ما مقابل عملة دولة أخرى مثل مبادلة الدينار الجزائري بالأورو أو غيره من العملات الأجنبية وللصرف أسباب تتمثل في نشأة تعاملات تتطلب استعمال العملات الأجنبية مثل التجارة الخارجية زيارة الأراضي المقدسة البعثات التعليمية بالخارج وغيرها الآن سنتطرق إلى سوق الصرف فما هو سوق الصرف يعرف سوق الصرف بأنه هو السوق الذي تتم فيه عملية مبادلة العملات الأجنبية المختلفة ويقصد به أيضا شبكة العلاقات التي تربط مختلف الأطراف المشاركة في مجال الصرف وهذه الأطراف تتمثل فيه المصدرون أو المستوردون أو السياح البنوك التجارية وسماسرة الصرف الأجنبي والبنك المركزي أنواع سوق الصرف لسوق الصرف أنواع تتمثل فيما يلي سوق الصرف بين البنوك هو عبارة عن السوق المحلي لصرف الذي يتشكل من مختلف البنوك المحلية التي تقوم ببيع وشراء العملات الأجنبية داخل البلد الواحد ثانيا السوق العالمي للصرف ويعرف بأنه عبارة عن مختلف مراكز الصرف الأجنبي المنتشرة عبر أرجاء العالم والمرتبطة ببعضها البعض بشكل مستمر بواسطة مختلف شبكات الاتصال الحديثة وهذه المراكز تعتبر بمثابة سوق عالمي واحد للصرف وأهم هذه المراكز نجد مركز نيويورك لندن زوريخ توكيو فرانكفورت هونغ كونغ رابعا سعر الصرف يعرف سعر الصرف بأنه سعر إحدى العملتين بدلالة الأخرى وبمعنى آخر هو عدد الوحدات من عملة دولة ما مقابل وحدة من عملة دولة أخرى أهداف سياسة الصرف أول هدف هو تنمية الصناعات المحلية تانيا تشجيع الصادرات تالت هدف التحكم في الواردات والإنقاص منها معالجة التضخم وأخيرا تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات الآن نقترح عليكم أعزائي التلاميذ نماذج لأسئلة الباكالوريا السؤال الأول منقول من موضوع الباكالوريا يقول للتجارة الخارجية دور أساسي في تدعيم وتطوير العلاقات الدولية أولا عرف التجارة الخارجية ثانيا ما هي أسباب قيام التجارة الخارجية فالإجابة عن الأسئلة تكون كما يلي الإجابة عن السؤال الأول تعريف التجارة الخارجية التجارة الخارجية هي مبادلة السلع والخدمات بين أشخاص طبيعيين أو معنويين يقيمون في دول مختلفة الإجابة عن السؤال الثاني أسباب قيام التجارة الخارجية أول سبب عدم استطاعة أي دولة تحقيق الاكتفاء الذاتي في جميع السلع والخدمات تاني سبب توسع نشاط المؤسسات الاقتصادية أدى هذا إلى زيادة حجم إنتاج هذه المؤسسات وبالتالي أصبح من الضروري البحث عن أسواق جديدة لتصريف منتجاتها عن طريق التصدير والحصول على منتجات الدول الأخرى عن طريق ما يسمى بالاستيراد ثالث سبب يتمثل في تقسيم العمل الدولي أدى هذا إلى ظهور دول متخصصة في الإنتاج الزراعي مثلا والأخرى متخصصة في الإنتاج الصناعي ثالث سبب إنتاج فائض من السلعة ما يتطلب تصديره إلى دولة أخرى هي في حاجة إليه الآن نقترح عليكم السؤال الثاني يعتبر الحساب الجاري من المكونات الأساسية لميزان المدفوعات أولا عرف ميزان المدفوعات ثانيا حدد عناصر الحساب الجاري مع الشرح الإجابة عن السؤال الأول ستكون كما يلي تعرف ميزان المدفوعات هو سجل تقيد فيه القيم النقدية لجميع المعاملات الاقتصادية التي تمت بين الأعوان الاقتصاديين المقيمين في دولة ما وغير المقيمين فيها أي العالم الخارجي الإجابة عن السؤال الثاني عناصر الحساب الجاري أول عنصر في الحساب الجاري هو ميزان التجارة المنظورة أي الميزان التجاري وهو حساب يتضمن حركة الصادرات من السلع أي المعاملات الدائنة وحركة الواردات من السلع أي المعاملات المدينة بين دولة معينة والعالم الخارجي ثاني عنصر ميزان التجارة غير المنظورة أي ميزان الخدمات هو حساب يتضمن حركة الصادرات من الخدمات أي المعاملات الدائنة وحركة الواردات من الخدمات أي المعاملات المدينة ثالث عنصر يتمثل في ميزان التحويلات من طرف واحد أي تحويلات دون مقابل يتضمن التحويلات المالية من الخارج وتسجل في الطرف الدائن والتحويلات المالية إلى العالم الخارجي تسجل في الجانب المدين في الأخير أشكركم أعزائي التلاميذ على حسن المتابعة والإصغاء إلى اللقاء في درس لاحق إن شاء الله